بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم في تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وحددت الهيئة اليوم والغد لتلقي الاعتراضات المزيد من المتبعة ينضم إلينا من هناك زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم تنقل لنا الصورة لديك من فضلك تحياتي لكم وتحياتي لجميع سيد المشاهدين بالفعل منذ التاسعة صباحا فتحة الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها حتى الخامسة مساء أي منذ ساعة ونصف تقريبا لاستقبال الاعتراضات الخاصة من من يتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وتستمر كما ذكرتم هذه الاعتراضات أو من يستطيع أن يتقدم أو من يطلب أن يتقدم باعتراض اليوم وغدا جاء هذا بالطبع بعد عشرة أيام كاملة فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها للمرشحين المحتملين ليتقدموا بأوراقهم وقد أعلنت بالأمس الهيئة الوطنية للانتخابات عن أسماء المرشحين الذين يتقدموا بطلبات الترشح الانتخابات الرئاسية 2024 وهو المرشح الرئاسي سيد عبد الفتاح السيسي الذي حصل على أكثر من 400 تسكية من مجلس النواب وأكثر من مليون مؤيد وأيضا المرشح السيد فريد زهران الذي حصل على 30 تسكية من مجلس النواب والسيد عبد السند يماما الذي حصل على 27 تسكية والسيد حازم عمر الذي حصل على أكثر من 40 تسكية وأكثر من 68 ألف مؤيت تم الإعلان عن هذه الأرقام من رهيئة الوطنية للانتخابات على أن تستمر الاعتراضات لمدة يومين ثم بعد ذلك الفصل في الاعتراضات وأيضا تقديم التظلمات ثم إغلاق الباب الكامل والإعلان على أسماء النهائية للمرشحين للرئاسة 2024 في الثامن من نوفمبر والتاسع من نوفمبر تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية لتبدأ الانتخابات في الأول من ديسمبر في الخارج ومنتصف ديسمبر في الداخل المصري كان هذا بالطبع نظرة عن نهاية اليوم الذي انتهى بعدم تقدم أي اعتراضات من أي من المرشحين أو غير المرشحين أشكرا جزيلا شكرا كريم ببرس مرسل التلفزيون المصري